السلام عليكم شلوكم شخباركم يا ربي كلكم تكونون بخير وبصحة وبسلامة رجعتوا ياكم بباترون جديد اليوم رح نشتغل هاي البدالية الجميلة على الشكل الضفدع ويا من البنات طلبوها مني انشاء الله بهاي الفيديو رح نشتغلها طبعا الباترونة جدا سهل حتى انصح المبتديئات يشتغلونها ويايا واني انشاء الله رح اشتغلها وياكم خطوة بخطوة حتى تكون واضحة ومفهومة الجميلة على ما نشتغل هاي المدالية رح نحتاج اول شي لمقص هاي شي ضروري رح نحتاج لسنار الرقم اثنين رح نحتاج لحلقة مدالية ويقول سيفتي ست ملم سواء كانت اثمن ملم هم يصير هنا اذا تلاحظون خلية اثمن ملم وهنانا خلية ست ملم فالاثنين حلوين اذا كانت موجودة ست ملم او ثمانية مو مهم اوكي وبنسبة للخيوط محن نحتاج الى اربع خيوط اولا خطة ريز لون اسود كمية جدا قليلة فقط على موت حركة الفم نحتاج لون ابيض على موت بياض العيون هاي الخيوط كلها من ماركة ياران ارجيز اوكي على مجسم الضفدع نحتاج لون اخضر سواء كانت فاتحة او غامقة مو مهم حسب الخيط الموجودة تحت ايدكم اوكي ونحتاج للون من البواق الالوان الزائدة فقط على موت نشتغل السماعة اي لون كانت مو مهم كمية جدا قليلة واكيد رح نحتاج لكمية قليلة من القطن فهذا مباشرة نبتدي بالفيديو اول شي رح نجيب خيط لون الاخضر ونسوي دائرة سحرية بسم الله وفي داخل الدائرة السحرية رح نشتغل ست قرس حشو هاي واحد زاد اثنين ثلاثة اربعة خمسة زاد ستة اشتغلنا ست حشوات نسحب الخيط الى ان تقفل عندي دائرة تماما قبل ما ننتقل الى سطر الثاني نخلي العلامة في سطر الثاني على كل غرزة حشو رح نشتغل غرزتين حشو الى نهاية السطر وهاي اخر غرزة ايضا رح نشتغل عليها تزايد كملت السطر الثاني وحاليا عدد الغرز اثناش غرزة حشو نخلي العلامة ونتقل الى سطر الثالث في سطر الثالث رح نشتغل حشو فردي غرزة لي بعدها رح يكون تزايد حشوتين في نفس المكان وهكذا إلى نهاية السطر حشو فردي زايد تزايد كملت بنات سطر الثالث حشو زايد تزايد وحاليا عدد الغرز 18 غرزة حشو نخلي العلامة ونتقل إلى سطر الرابع في سطر الرابع رح نشتغل 1 زايد 2 غرزتين حشو فردية زايد تزايد رح أكررها إلى نهاية السطر حشوتين زايد تزايد كملت بنات سطر الرابع غرزتين حشو زايد تزايد وحاليا عدد الغرز 24 غرزة حشو نخلي العلامة ونتقل إلى سطر الخامس في سطر الخامس رح نشتغل 1 2 زايد 3 3 حشوات فردية وتزايد أيضا رح نشتغلها إلى نهاية السطر 3 حشوات زايد تزايد كملت بنات سطر الخامس 3 غرز حشو زايد تزايد وحاليا عدد الغرز 30 غرزة حشو نخلي العلامة ونتقل إلى سطر السادس سطر السادس رح تكون سطر ثابت دور واحد فقط من الحشوات الثابتة أنا أكملها وارجع لكم كملت بنات سطر السادس اللي كانت حشوات ثابتة نخلي العلامة ونتقل إلى سطر السابع في سطر السابع رح نشتغل واحد اثنين ثلاثة زايد أربعة أربع حشوات فردية وتزايد حشوتين في نفس المكان رح نكررها إلى نهاية السطر بأربع حشوات زايد تزايد كملت بنات سطر السابع أربع غرز حشو زايد وحاليا عدد الغرز ستة وثلاثين غرزة حشو خلاص رح نتوقف في التزايد رح نشتغل أربع سطور من الحشوات الثابتة يعني سطر الثامن التاسع العشر يدعش أربع سطور من الحشوات الثابتة وعدد الغرز ستة وثلاثين غرزة حشو أنا أكمل أربع سطور وارجع لكم بإذن الله كملت بنات أربعة سطور من الحشوات الثابتة هسا نخلي العلامة وندخل إلى سطر رقم 12 في سطر رقم 12 راح تكون كلها تناقصات وربعة كل حلقتين الأمامية نسحبهم ونشتغل بهم تناقص يعني يكون 18 تناقص وربعة هاي أول تناقص الثاني زائد 18 والأخيرة هاي سطر كلها سوينا تناقصات وكانت 18 تناقص وربعة وحاليا عند الغرز 18 غرزة حشو نخلي العلامة ورح نشتغل آخر سطر بإذن الله واللي هي حشو فردي وراها تناقص إلى نهاية السطر رح نشتغل حشو فردي وتناقص وآخر تناقص كمال نبنات نجي لمكان العلامة نسوي مزليقة نرتفع السلسلة مجرد الارتفاع نقص الخط على مسافة شوية طويلة ونسحب الخط هسا رح نجيب نخلي بها قطن خليت بها قطن كل جزين ولازم تكون مجدودة هسا أجيب أبرة التنظيف ونغلق هاي الفتحة ناخذ الحلقات الأمامية فقط من الغرز 12 غرزة فناخذ الحلقات الأمامية مالتون فقط مرة ناخذها من برة ومرة نسحبها من جوا وهسا أسحب الخيط مجرد ما سحبت الخيط نغلقت عندي الدائرة تماما أجي أثبت هاي الخيط وأخفيها داخل القطعة بعد ما ثبتتها أقص الخيط خلاص ونسحب الخيط لجوا خلاص احنا كملنا بجسم الضفدع نتركها على صفحة وهسا رح نجيب السدارة ونفس الخيط الأخضر عنا بود نشتغل عيون الضفدع تمام نسوي دائرة سحرية بسم الله وفي داخلها ستقرس حشو هاي واحد زائد اثنين ثلاثة نسحب الخيط شوي ثلاثة هاي أربعة خمسة زائد ستة ست حشوات أغلق الدائرة تماما أخلي العلامة ونتقل إلى سطر الثاني سطر الثاني على كل غرزة حشو رح أشتغل غرزتين حشو يعني تزايد إلى نهاية السطر وهاي آخر غرزة وكملنا سطر الثاني وحاليا عدد الغرز 12 غرزة حشو ندخل إلى سطر الثالث في سطر الثالث رح نشتغل واحد اثنين زائد ثلاثة ثلاث حشوات فردية وتزايد تمام؟ نكررها لمرة الثانية واحد اثنين زائد ثلاثة وراها تزايد نكررها لمرة الثالثة والأخيرة واحد اثنين زائد ثلاثة ثلاثة حشوات فردية وتزايد وصلت إلى العلامة وحاليا عدد الغرز 15 غرزة حشو اخلي العلامة واشتغل سطرين بين الحشوات الثابتة بدون تزايد وبدون تناقص يعني سطر الرابع والخمز ستكون حشوات ثابتة كملت بنا سطرين بين الحشوات الثابتة خلاص مكان العلامة ساوي بوزليقة ما رح نرتفع سلسلة نترك خيطة شوية طويل للخياطة ونسحب الخيط تمام ونطلع العلامة خلاص كملنا من باترون العيون واكيد من هاي العيون نتسوون اثنين على نفس الطريقة نخليها بصفحة هسا رح نشتغل بياضة العيون رح نجيب خيط لون أبيض تمام نسوي دائرة السحرية نواخر هاي الخيط في داخل الدائرة السحرية ثمان حشوات فقط واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة زائد ثمانية اشتغلت ثمان حشوات أسحب الخيط إلى أن تنقف لدي الدائرة أجي على أول غرزة أسحب الخيط وأسوي منزليقة اوكي يعني من رح نشتغلها على شكل حلزوني وإنه بنسوي منزليقة ونرتفع سرسلة احنا حاليا في سطر الثاني في سطر الثاني على كل غرزة حشو رح أشتغل غرزتين حشو يعني تزايد إلى نهاية السطر وهي آخر غرزة أيضا تزايد كمال السطر الثاني وحاليا عدد الغرز 16 غرزة حشو نجي على أول غرزة نسوي منزليقة نرتفع سلسلة مجرد الارتفاع دخلنا إلى سطر الثالث في سطر الثالث تكون حشوان ثابتة إلى نهاية السطر على كل غرزة حشو نشتغل حشو واحد فقط أدنى 16 نشتغلهم حشوان ثابتة وهي آخر غرزة كملت السطر الثابت أجي على أول لقطة أسوي منزليقة بدور ما أرتفع سلسلة أقص الخيط على مسافة قريبة لأنني بياض العيون رح أثبتها بالسيليكون إذا أنتوا تحبون تخيطوها اتركوا خيط طويل للخيطة لكن أنا رح أثبت بسم الله فأقصها من مسافة قريبة الخيط سحبتها وأخليها لداخل الشغل شوفوا هاي وجهها الصحيح وهاي الظهر فرح نثبت بياض العيون بالشكل المقلوب أوكي ورح نثبته بهذه الطريقة شا سوي هنا أنا أسحب خيط البداية أيضا للداخل أوكي شوفوا شكلها هاي شكل المقلوب هاي شكلها الصحيح أيضا من هاي القطعة تسوي نثنين كملنا من بياض العيون هبنا هسا رح نجتغول السماعات على مد نسوي سماعات الأذن نجيب الخيط ونسوي دائرة السحرية زين في داخل الدائرة السحرية ست غرز حشو هاي واحد زائد اثنين ثلاثة شوية أغلق الدائرة أربعة خمسة زائد ستة ست حشوات وأسحب الخيط إلى أن تنقف نعدي تماما نتقل إلى سطر الثاني نخلي العلامة في سطر الثاني رح نشتغل حشو فردي غرزة لبعدها رح تكون تزايد وحشوتين في نفس المكان نكررها إلى نهاية السطر حشو فردية وتزايد نكررها لبرى الثالثة والأخيرة حشو فردي وآخر غرزة يكون تزايد كملنا سطر الثاني وحاليا عدد الغرز تسع حشوات فقط نخلي العلامة وندخل إلى سطر الثالث في سطر الثالث رح نشتغلها على غرزات على حلقات الخلفية اوكي أنا أعتذر نشتغل حشو ثابت في الحلقات الخلفية أسحب الخيط وأشتغل حشو عندي تسع حشوات نشتغل سطر ثابت وهاي آخر غرزة كمل للسطر الثالث كانت حشوة ثابتة في الحلقات الخلفية نخلي العلامة ونشتغل سطر واحد ثابت أيضا لكن داخل الحلقتين هاي رح تكون سطر الرابع والأخير اوكي حشوة ثابتة داخل الحلقتين كملتها بنات وصلت إلى نهاية السطر نسوي بوزة لقة نرتفع السلسلة مجرد الارتفاع ونقص الخيط اوكي ونسحب خيط البداية كملنا من هاي القطعة نفس الطريقة تسوي قطعة ثانية سويت قطعة ثانية على نفس الباترون هسا شوي أسحب هاي الخيط البداية ودخلها لداخل الشغل ودخل السنارة وشوي نخلي بها كطن مو هوايا خلت بها كطن قطعة ثانية على نفس الطريقة خلت بيهم قطن بنات واحدة راح نقص الخيط قصير وثاني نقصها طويلة شوي على ما تغلق فتحة الدائرة اوكي راح ناخذ الحلقات الأمامية من الغرس مرة من الخارج ومرة من الداخل وراها بنات أسحب الخيط إلى أن تلقف الأندي الدائرة اوكي وأجي أثبت الخيط بعد ما ثبتت الخيط أقص الخيط خلاص بنفس هاي الخيط أغلق الفتحة الثانية من القطعة الثانية على نفس الطريقة كملنا بنات من السماعات نخليها بصفحة هس راح نجيب قطن ونخليها بداخل العيون بعد ما خلت بها قطن أجي أثبتها على القطعة لكن قبل الخيط لازم نثبته بالدبوس وهس بالضبط راح أقول لكم جد راح نخلي مسافة ما بين خيطة العيون تمام القطعة الثانية أيضا أخلي بها قطن ونجي نثبتها أيضا شوفوا فقد المسافة تكون دائرة السحرية أوكي اللي يتكون مسات غرز حشو ونثبت العيون الثانية بهاي الطريقة أوكي وهس راح نبتدي بالخياطة نخيط كل الغرز بدون ترك أي غرزة كبلت بخياطة هاي العيون الثاني أخيطها على نفس الطريقة وارجع لكم كبلت بنات بخياطة العيون هسا نخليها بصفحة ونجيب العيون السيفتي الحلقات مالتها بنحتاجها هذولن بنحتاجها أوكي فقط نحتاج العيون نفسها ونجيب بياضة العيون ونجيب السنارة مالتنا ونثبتها شوفوا وين نثبتها هاي مو مكان اللي قصينا من هالخيط يعني هاي الآخر سطر لا السطر اللي قبلها نثبت العيون في الزاوية أوكي ونجيب نخلي عفوا طبعاً أنا أعتذر بنات وأثناء ما أنا أثبت العيون لاحظت الكاميرا مشغالة فاطريت أشلع هاي العيون حتى أشرحها لكم من جديد عذروني بنات والله العظيم ما حسيت الكاميرا متوقف شوفوا نجيب المسدس السيليكون نسوي هيكي حفرة بدون ما نضغط على المسدس فقط بالحرارة مالتنا بالكاوية كي نحرق القطعة هيكي يصير أدنا حفرة تمام وراها نخلي بها السيليكون وبالأطراف أيضاً نخلي السيليكون شقد نقهارت شفت الكاميرا مشغالة هسا أجيب العيون وأخليها بهاي المكان بكل سهولة تمام القطعة الأولى وثانية على نفس الطريقة يارب تكون واضحة شوفوش قد مرتبة وجميلة هسا راح نجيب السنارة وتجيب خط اللون الوردي اللي سوينا بها السماعات راح أجي أدخل السنارتي بأي غرزة مو مهم من الزاوية هيكي وأسحب عليها الخيط ورا ما أسحب الخيط ارتفع خمسة وعشرية سلسلة لكن ل 엄청 قربتها واحد أثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر إذا عاش أثناش تلتعاش أربعتاش خمسة عشر ستعاش سبعتاش 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 أثبعتاش تسعة عشرين واحد وعشرين Dual universes Blizzard zich fermented asi زائد 25 ارتفعت ارتفع سلسلتين اضافة 25 26 27 تمام حتى تكون بهاي النقطة بضبط اي 27 بضبط او كي بنا اقص الخيط على مسافة شوية طويلة مو هواية واسحب الخيط اولا شا سوي هاي الخيط البداية اللي ثبتنا بها السلاسل اقصها وراها اثبتها بالسليكون تمام بعد ما اثبتتها اجي اثبتها على القطعة من زاوية العمر مباشرة اضغطوا عليها وهس اجيب اوبرة التبضيح واجيب هاي السلاسل رتبوا السلاسل لهاي الزاوية في الزاوية نخيطها اوكي يعني نثبتها فقط مرة ثلاثة على بود نثبت هاي السلاسل ونطلق نظهر الشغل اوكي خلاص اقص هاي الخيط واسحبها لداخل الشغل هس هنا نبنات رح اخلي سيليكون في هاي نقطة اخلي سيليكون واجيب الدائرة الثانية ضبطوا عليها لحت ما تثبت بعد ما ثبتت السماعات رح اجيب نفس الخيط اللي هي لون وردي اترك شوي مسافة وراها اسوي عقدة البداية من بعد عقدة البداية ارتفع واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة لكن ايدكم شوية تكون مجدودة واقص الخيط ايضا على مسافة واسحب الخيط اوكي ادي خمس سلاسل اخلي الابرة على الخيط اوكي واجي اثبت هاي السلاسل على هاي القطعة هاي القطعة عدلوها اوكي وراح اجي من الدائرة السحرية لثبت هاي الخيط اوكي اطلع الابراماتي ودخلها بالخيط الثاني وهسه راح اجيب حلقة البداية اوكي وادخلها على السلاسل ومن بعدها شوفو همو هاي السلاسل وغرزة اللي بعدها راح نسبت الخيط شوفو لاحظوا بها الطريقة والسلاسل تكون ما بين هاي الحلقة اللي سويناها اجي اربط هاي الخيطين مع بعض وراها اخفيها داخل الشغل كبلت بنات بالتدبيت حلقة البدالية راح نجيب خيط لون اسود تطريز ونخليها على الابرة ودخلها من ظهر الشغل حتى نجي نسوي حركة الفم اوكي نسحب الخيط اكيد ما نسحبها وكلها المكان اللي طلعته انزل سطر اول لا ثاني لا في سطر الثالث نزل تحت اوكي ونترك غرزة في غرزة ثانية نطلع الخيط شوفو نسوي مثل حرب فيه ندخل بنفس المكان واتطلع الابرة من بداية اللي ما دخلنا بها الخيط شوفو فم صغير اربط هاي القتلين مع بعض واخفيها داخل القطعة ولهنا وصلت لنهاية الفيديو اتمنى اعجبكم الباترون والشرح كانت واضحة ومنفومة للجميع احبكم كل شي هوية اذا اعجبكم الباترون اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بي